متى قصدت الآخرة أصلح الله لك الدنيا ليكن قصدك الآخرة ستأتيك الدنيا وهي راغمة تسعد في نفسك يطمئن قلبك يأتيك اليقين يأتيك الرزق الحلال الطيب يأتيك كل ما تطلبه في الدنيا نعم هذه الدنيا أليست ملكا لله لو أراد الناس كلهم من مشرق ومغرب أن يمنعوا عنك شيئا مما يقدره الله لك يستطيعون واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك إذن أزمة الأمور بيد رب العزة والجلال يقول جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها رب العزة والجلال يقول متى كنت يا عبدي تسعى في رضاي سعيت في رضك ومن ابتغى رضى الله بصخط الخلق رضي الله عنه وأرضى عنه الناس وقد وعدكم بصلاح أحوالكم في نفوسكم تسعدون ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن أعظم ذكر الله أن تجعل الله بين عينيك في جميع أعمالك لا تقدم على عمل من الأعمال إلا وأنت تستشعر أن ذلك العمل لله حينئذ يطمئن قلبك تسعد مع زوجتك في بيتك متى كان عملك لله لأنك تعامل زوجتك لإرضاء الله لا لإرضائها ولا لتحقيق مقصودك الشخصي وإنما لإرضاء رب العزة والجلال تخاطبها بالحسنى لله تعاملها بأفضل الأخلاق لله تلبي حوائجها لله فيورثك الله سعادة الدنيا حتى إذا جامعت زوجتك تجامعها لله لأن الله عز وجل قد أمرك بقضاء الوطر بالحلال فأنت تقتصر على الحلال طاعة لله فيرضى الله عنك عندما تقضي شهوتك هكذا أيضا إذا كنت مع الله وكانت أعمالك لله يجعل الله عز وجل الدنيا تأتيك أنت قصدت الآخرة فجعل الأموال تأتيك في الدنيا ألم يقل الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا وعد من وعد من رب العزة والجلال هل هو عاجز لا والله هل هو فقير لا والله هل هو يخلف الموعد لا والله لا يكذب جل وعلا إذا نظرنا في شواهد التاريخ وجدنا أن الله عز وجل قد يلحق بعض النقص بأولياءه لكن لهم العاقبة الطيبة في الدنيا يختبرهم فقط ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ينظر هل أنت حقيقة لله أو لست كذلك ثم عاقبة الأمر تكون لك والعاقبة للمتقين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة في الدنيا تأتيكم النعم متى تمسكتم بالشرع لكن قد يكون معها أكدار وبلواء لكن في الآخرة خالصة نعم صافية يأتيك ويقول أنا عندي محل أبيع فيه هذا المحرم لولما أبيعه هذا المحرم هو الذي يجلب لي الزبائن سبحان الله كيف كانت المحرمات هي التي ترزقك يرزقك رب العزة والجلال قال نقص عندي الزبائن قلنا انتظر قليلا وأنتم تشاهدون أحوال الناس من المسلمين وغير المسلمين كيف أنهم إذا عملوا بأمر يخالف الشرع جاءتهم الأزمات الاقتصادية في الدنيا وأهل الإيمان قد يسهزأ بهم في أول الأمر فلان مسكين ما يعرف ترك شيء يقول إن حرام هذا موسوس ولا ينظر ولا ينظرون إلى عواقب الأمور تضيق أولا لكن فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر